السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات لغات. معكم مستر محمود رويش وان شاء الله النهاردة كمل مع بعض فرق الستاتيكس. والنهاردة معنا شابتر فور. عندي ثيرم خاصة به الجنرال الكوليبريم. بتقول ايه? ايه معنى الكلام ده? معنى ان في اكوليبريم معناها ان الباضي لا بيتحرك في موشن ولا بيتحرك في موشن. ومعنى انه بتحركش في يعني الصم بتاع الفورسز ايقوال زيرو. ومعنى بحصلش ليه يبقى الصم بتاع المومنتس ايقوال زيرو. زي ما قولنا قبل كده الموشن عندي نوعين استريت موشن وريوتيشن موشن. ومعنى ان في اكوليبريم معناها لا ده بيحصل ولا ده بيحصل. طيب. الكونبيرس بتاع في رمضية كلام ده معنى ايه? اف اسيت اف فورسز ار ان اكوليبريم. يبقى انا هستنتك حاجتين. الحاجة الاولى ان زير صم اف فورسز ايقوال زيرو. يعني الر فيكتور ايقوال زيرو فيكتور. يعني ما اعمل صم مشن للفورسز ديت. هيطلع الصم مشن ايقوال زيرو. لو بتكلم عن ماجنيتيوت وزيرو فيكتور لو بتكلم عن فيكتورز. حاجة تانية نقولنا المومنت فانيشز. يعني الفيكتور اف مومنت افاوت اني باينت انز داب لين افزيس فورسز ايقوال زيرو. هي كمان. يبقى بنقول تاني لو كان الاكوليبريم موجود. يبقى انا هستندك حاجتين. ان الار ايقوال زيرو. من هي الار? الريزالتانتو فورس. من هي الريزالتانتو فورس? الصم بتاع الفورسز اللي بتأثر على الباضي في الحالة ديت. الحاجة التانية. من المومنت اباوت اني بوينت انز بلين اوف زا فورسز ايقوال زيرو. يبقى الار ايقوال زيرو. والام ايقوال زيرو. يبقى فيه ايقوال زيرو. في ايقوال زيرو. دي معنى الثيروم الاولانية بتاعها. وبالتالي ادريد الوقت اقول ايه هو? هي الشروط المفروض تكون موجودة والضرورية والكافية علشان يحصل الاكوليبريم. الشرط الاول. الفورسز ايقوال زيرو. اللي احنا قلناها وده معناه ان الاكس ايقوال زيرو والواي ايقوال زيرو. من الاكس? الفورسز في اتجاه ال اكس اكسيس. ومن ي الفورسز في اتجاه ال واي اكسيس على اعتبار ان الاكس والواي هم بتاعنا. حاجة التانية. يعني الام equal zero condition الاول اللي احنا قلناه قبل كده اللي هي الار equal zero ان الار عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايكس وي تو ديركشنز بتوعهم فلما الاجس equal zero والي equal zero فده معناه ان الار equal zero اننا عارفين قبل كده لما كنت بجيب الماجنة او النورم بتاع الفورس وعنته component في اتجاه الاي وcomponent في اتجاه الج كنت بقول ان الار equal root لأكس سكويرد بلس وي سكويرد طب لما الاجس بزيرو والواي بزيرو فده معناه ان الار equal zero والcondition التاني زي ما قلنا المومنت equal zero عندي شوية تريماركز كده علشان احدد الرياكشن في بعض الحالات او في بعض المسائل ده شكل عندي لو انا عندي او او اي بادي دايما بيبقى الرياكشن بيربين دوكلر على البلين زي الرسمة اللي قدامنا ديت انا عندي السموز بلين اللي هو الوال او البرتكال بلين في الرسمة اللي قدامي الار وان بيربين دوكلر على السموز بلين لو انا عندي بقى الرد زي الهوريزونتل بلين في الرسمة اللي قدامي الرياكشن هنا الرياكشن في حالة الرب لين الرياكشن بتاعه مش معروف بيختلف على حسب الرياكشن بتاعي اللي هو لو انا عمله ريزيليوشن لتو بيربين دوكلر ديريكشن واحد منهم هو الارتو والتاني هو الميو تو او الميو اس ارتو اللي هما ريزلت انت بتاعت الاتنين دول بيديني الرياكشن بتاع الرب بلين يبقى لو هي السموز بلين يبقى الرياكشن بيربين دوكلر عليهم طب لو رب بلين يبقى الرياكشن الرياكشن بتاعه مش محدد او مسابت او بيختلف من سؤال لسؤال على حسب الجبنز اللي في السؤال بتاعي طب هلو عملتوا الريزيليوشن لتو كومبونانتس هلقى واحدة منهم الرياكشن اللي هي الارتو والتانية الميو اس ارتو في اتجاه البلين وزي ما احنا عارفين قبل كده بتبقى في الرياكشن للموشن برضو عندي رب ماركس تانية في تحديد الرياكشن لو انا عندي رود زي ما احنا شايفين كده عندي بادي سند على صور سند على جسم تاني سند على اي حاجة في الحالة دي بيبقى الرياكشن بيربين دوكولر على الرود اللي هو الارتو في الرسمة اللي قدامي انا عندي الرود هيبقى سند على وجه او على بادي تاني الرياكشن في الحالة دي يكون موجود فين بيكون بيربين دوكولر على الرود من الوينت اوف كونتاكت ما بين الرود ما بين الاثر بادي الرياكشن برضو لو عندي هنج الرياكشن بتاعه بيبقى الاتجاه بتاعه مش معروف بيختلف من سؤال التاني وبرضو لو انا عملته هيبقى عنده في اتجاه الريزنطل كومبوننت في اتجاه الفيرتكال او اي توبر بيين دوكولر س znajit 회ş Ameri فلونا عندي انا الريزنطل والفيرتكال هم بتوعي هيبقى الرياكشن بتاعه الهنج ايكس وان ده في الرياكشن بتاع الري اي اكس والواي وان في الرياكشن بتاع الري اي واي وبعدما اجيب الفاليو بتاعة الرياكس وان والفاليو بتاعة الواي وان قدر اجيب الفاليو بتاعة من الريليشن اللي احنا عارفينها اللي هي سكوارد بلس واي وان سكوارد. اول اجزمبل عندي. is a uniform rod of weight four kilogram weight. and of length twelve decimetres. it is hinged at one of its ends A at a hinge fixed in a vertical wall. a weight of six kilogram weight is a hinge at a point on the rod two decimetre apart from the end A. then the road is kept in equilibrium horizontally by attaching the end B by a string. string ده سمناها B C. which is fixed at a point C on the wall vertically above the hinge directly at a distance nine decimetre from A. طب ايه المطلوب في السؤال? بولي فاينت. اول حاجة. the magnitude of the tension in the string. تاني حاجة. the magnitude and direction of the reaction of the hinge. اشوف السليوشن. اشوف الرسمة اول حاجة. دي رسمة السؤال. انا عندي الهنج. عندي بوينت ايه. وعنده الرود اي بي. زي ما احنا شايفين في الرسمة. في ويت متعلق. والويت بتاع الرود فور. وعندي مستبت في بوينت سي افوف بوينت ايه. دي الرسمة بتاعت السؤال. الـ A C equal nine decimetrus. الـ A B equal 12 decimetrus. الويت في الميت بوينت بتاعه. وبالتالي الويت على بعد سيكس ديسيميتر من الـ A و سيكس ديسيميتر من الـ B. الويت اللي متعلق على بعد two decimetrus من الـ A. زي ما السؤال قال. اول حاجة. في تريانجل اي بي سي. ده راية انجل دقتل اي. عند اللينت بتاع الاي سي ناين دي سيميترز. واللينت بتاع الاي بي تولف دي سيميترز. وبالتالي اقدر اجيب اللينت بتاع الهاي بطنس اللي هو البي سي من باي طبرا السيرم. اللي هو سكوار روت تولف سكوارد بلس نين سكوارد اقوال ففتين دي سيميترز. الروت ان اكوليبريا هوريزونتلي. اندر زي اكشن افزا فولوينج فورس. لازم اعرف في السؤال ده فين الفورس اللي بتأثر على البضي عشان عاملاله اكوليبريا. نشوف مع بعض كده. اول حاجة الفورس اف ويت. افزا رود. ليه اقوال كام? اقوال فور كيلو جرام ويت زي ما قال في السؤال. طب فين بتاعتها? بتبقى فين بتاعها? عارفين كلنا ان الويت بيكون بيرتكلي داون وردوس. يبقى اول فورس عندي. فور كيلو جرامز. دياريكشن بيرتكلي داون وردوس. البوينت هي الميت بوينت افزا رود. يعني على بعض سكس دي سيميترز من الاي او سكس دي سيميترز من البي. دي اول فورس معانا. الفورس التانية. الهانج ويت. انا عندي في ويت متعلق من عند بوينت على بعض تو دي سيميتر من الاي. اللي هو السكس كيلو جرام ويت. الديريكشن بتاعه عشان داويب برضو. هو بيرتكلي داون وردوس. والبوينت اوف اكشن زي ما هو قال في السؤال. الديستنس تو دي سيميتر فوروم زي هنج يعني فوروم زي بوينت ايه. يبقى الفورس عندي الفور الويت بتاع الرود. تاني فورس عندي الويت اللي هنجد من اه عندي بوينت ادو دي سيميتر دي ستنت فوروم الهنج يعني فوروم الايه. طيب فيه تاني? التنشن في ما انا عندي فيه سترينج بي سي شيلو رود. وبالتالي في عندي تنشن فيه ده. وبيكون بتاعه في اتجاه يعني بنفس بتاعه بيبقى هو البي سي وفي اتجاه الري بي سي. يبقى عندي التنشن بتاع الاسترينج. اكتس. اون زي اندي بي. اوف زرود. اتس. او اف اكشن. انكولاين تو. زي هوريزونتل. ات انجل سيتا. اللي هي مين السيتا بقى? اللي هي انجل بي في الترينجل ده. زيس فورس. اصطور الزوول. اتس. ماجنيتيود اكوال تي. معرفاش لسه بكام. في عندي مين تاني? في عندي الري اكشن بتاع الهنج. هو اتش اكتس ات. اكون نكتنج. ويز زا هنج عندي بوينت اي. وطبعا ايلين في الري ماركس اللي فاتت. ان ما يكون عند هنج بيبقى الرياكشن بتاعه وديريكشن بتاعه غير معروف. بيختلف من سؤال لسؤال. وبالتالي انا بعمل له ريزيليوشن لتو كومبوننتل اكس وان وواي وان. يبقى نقول مع بعض تاني كده. انا عندي اي دلوقتي فورس اللي عاملة اكوليبريام ليه? الرد ده. الويد بتاع الرد فور كيلو جرام ويد. الويد اللي هنجت من بوينت اتو ديسيميتر فوروم الايه? اللي هي سكس كيلو جرام ويد. التنشن في السترنج اكولتي وده في اتجاه يعني انقلين دي بانجل سيتا اللي هي انجل بيه في ترنجل اللي قدامي على الهوريزونتل. في عندي الرياكشن بتاع الهنج اللي انا عملته لو واحدة هوريزونتل والتانية نبدأ بقى نشوف ازاي نحل السؤال بتاعنا. دي الرسمة قدامي تانية عشان نشوف بتاعتي اكوليبريام. اول حاجة طالما في اكوليبريام يبقى احنا قلنا عندنا الار اكول زيرو والمومنت اكول زيرو. ومعنى ان الار اكول زيرو يبقى لو خدنا اي توبر هيبقى في اي واحد منهم اكول زيرو. وبالتالي هنا اشتغل على ثلاث حاجات. هقول الاكس اكول زيرو. الواي اكول زيرو. المومنت اكول زيرو. هطلع كم اكواجن? هطلع سري اكواجن. طب في كم امنون عندي في السؤال دلوقتي? لو بصينا كده هلاقي الاكس وان هلاقي الواي وان هلاقي تي يبقى عندنا سري امنونس هعمل سري اكواجن وبالتالي هقدر راحل لهم ومنهم هجيب الاكس وان بكام? الواي وان بكام? والدي بكام? الكمبنانات في اتجاه الاكس اكول زيرو. دعا نبص على رأسنا بتاعتني كده ونشوف فين الهوريزونتل فرصة اللي موجود عندي. الاكس وان لو بصينا على الديريكشن بتاعها هلاها في اتجاه الري اي بي يعني ماشي يا تورايت. اللي هو هوريزونتل ولا هو وبالتالي هعمل له ريزيليوشن. طب التين شمايل بانجل سيتا. يبقى ما عمله في الهوريزونتل هيبقى تي كوزاين سيتا. وفي البرتكال هيبقى تي ساين سيتا. طب تي كوزاين سيتا هيبقى بتاعها فين? هيبقى باتجاه الري بي اي. يعني فورم رايت تو ليف. لكن اكس وان فورم ليفتو رايت. يعني اكس وان بوستب والتي كوزاين سيتا بالنيجاتب. ما فيش غيرهم في بتاعي. وبالتالي هيبقى اول اكس وان مينس سوري اكس وان مينس تي كوزاين سيتا ايكوال زيرو. طب انا عارف التي والتي? لا ما عرفش التي. اكس وان? معرفش الاكس وان. طب كوزاين سيتا او كوزاين سيتا موجودة. ليه? لان في تريانجل اي بي سي. ثري صايتز موجودين. وبالتالي او عايز الصين او كوزاين او تاني سيتا هاده ركيبه. طيب كوزاين السيتا اكوال كام? وزاين سيتا اكوال تويلف اوبر ففتين. اللي هي اجيسانت اوبر هيبوتناس من ترينجل اي بي سي. يبقى ال اكس وان ماينس تي. طيب تويلف اوبر ففتين او زيرو. يبقى ال اكس وان اكوال فور اوبر ففتي ودي الاكويجن نمبر وان عندي. طب كونديشن التاني. ال واي او زيرو. يعني الصام بتاع الفورس في بتاعي او زيرو. نبص على الرسمة ونشوف ايبقى مين الفرص اللي موجودة فيهم هي مين? عند ودي اتجاهها فين? اتجاهها اتجاه الري اي سي. ولما اعمل التي يبقى عندي التي طو اب تي ساين سيتا بتاعة التي. ولكن عند الفور والسيكس اللي اتنين طيب. انا عندي الفوض النصان بتاع الواي كله اكوال زيرو. يبقى الفرص اللي فوق ماينس اللي تحت اكوال زيرو. يعني الواي وان بلس تي ساين سيتا ماينس فور ماينس سيكس اكوال زيرو. الواي وان ما عرفهاش. والتي ما عرفهاش. لكن ساين سيتا قدر اجابها من توريانجل اي بي سي زي ما قلنا. عارفين ان الساين هي. اوبر هيبوتنس اواما عندي الابوتنس بناين. ولا هيبوتنس بففتين اللي احنا جيبناهم وبالتالي هيبقى الواي وان بلس ناين اوبر فيفتين اللي هي سير اوبر فيف السيمبلست فورم تي. اكوال تين وتديهنا الفور والسيكس النحط تاني يبقى عكس الصين وهدي الاكويجن نمبر تو. يبقى اول اكويجن جت ان تاني اكويجن جت ان الواي اكويجن التالتة من التالب بتاعنا بتاع الاكوليبريا اللي هي المومنت اباوت انزبلين اكويجن زيرو. وانا بحاول اختار تكنسل اكبر عدد من الانونس بتوعي عشان احطله بسرعة. يعني في الاكزامبل ده لو انا جبت المومنت اباوت البي صح. المومنت اباوت الاي تمام. المومنت اباوت السي تنفع. المومنت اباوت الدي شغالة. كل ده شغال ما عنديش في مشكلة. سانا بختار انهي اقدر احل منها اسرع. فهنا لو احنا بصينا كده انا قلت البوينت مسلا اباوت الاي فانش. تب ليه خط اباوت الاي. قال لعشان ما قدل اباوت الاي. هكانسل الاكس وان وهكانسل الواي وان فانا هقدر جيب التيب كم على طول. فهرجع الاكوجان نمبر وان احط تي جبت الاكس وان. والتانية احط تي جبت الواي وان. خلص السؤال بتاعي. يبقى اسأل حاجة هنا لان اجيب المومنت اباوت الاي. طب لما حب اجيب المومنت اباوت الاي. هنجيبها ازاي? اولا الاكس وان اللي هي نقف اكشن بتاعها. بيعاد على ايه? وبالتالي المومنت باتها فانشيست ايقوال زيرو فمشة الكاتب. هيفضل عندي مين? هيفضل عندي يفضل عنده الفورس سيكس كيلو جرام ويت. هيفضل عندي الفورس فور كيلو جرام ويت. طب هيا المومنت ايقوال ايه? المومنت ايقوال الماجنيتود بتاع الفورس. طيب من الارمي بتاعها او من البوينت اللي انا بجيب المومنت اباوت ايت اللي هي بوينت ايه? واللين بتاع الفورس. ولكن نخلي بالنا كويس جدا من اتجاه الرويتيشن بتاع الفورس. عشان هنقضي الفورس يبقى الرويتيشن ولا بالنيجاتب. زي ما احنا عارفين لو كان اتجاه الرويتيشن. انت كلو كويس. يبقى بوصتب. ولو كان كلو كويس يبقى نيجاتب. طب لما بص على تي. هلقي اتجاه الرويتيشن بتاع تي. بالنسبة البوينت اي. انت كلو كويس. تبقى تيب البوصتب. طب فين من الايه? اللي هو المسافة اي دي في الرسم اللي قدامي. طب ما اهل اي دي مش موجودة. هو الموضع من اشهر في الجيومتري اللي عد علينا كتير. وانا عندي سرية بتوع. اللي هو الاي بي موجودة. والاي سي موجودة. والبي سي جبناه. اقول لو انا عاوز بتاع الاي دي. اي بقى الاي بي طيام الاي سي اوفر البي سي في اعتبر الاي دي اللينس بتاعه موجود. وانت اللي دي كده فيها اللي هو اللي هو هقدر اعمل عن الاي دي ومنها هطلع كام? طبعا زي ما قلنا ان الاي دي هو يبقى ما حد بجيب الاي دي هيطلع سيرتي سيكس اوفر فايف دي سي ميترز. نعوض عن الاي دي يبقى تي طيام سيرتي سيكس اوفر فايف ماينس تويني فور ماينس تويل في اكوال زيرو. ومنها هيطلع سيرتي سيكس اوفر فايف تي اكوال سيرتي سيكس لما ادينا توينتي فور وتولف النحي التاني بعكس الصين. اللي ما انا هيطلع تي اكوال فايف كيلو جرام ويت وده اول مطلوب او حاجة من ضمن الحاجات المطلوبة في السؤال بتاعي. وكان طالب التنشن. وكان طالب اه الرياكشن بتاع الهنج. فالتنشن طلع فايف كيلو جرام ويت. اروع على اكواجن نمبر ون. ونعمل فايف سيكس اوفر بتاع التنشن. وده القويضة في السؤال. اروع على الاكواجن الاولى. واعمل فايف سيكس اوفر فايف. يبقى. 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 ودي اعتبر من بتوع الرياكشن بتاع الهنج. نعمل في الاكواجن التانية. عشان نجيب. نحط مكان. يبقى. هنحل الاكواجن دي. هيطلع. طبعا هنا لما نعمل في. هيبقى. هنودى تشري الناحة تانية. يبقى. طب كده جبت. انا مش عاوز. انا مش عاوز. انا مش عاوز. انا مش عاوز. انا سكورد. نطبق ارول بتاعتها. يبقى. يطلع. يبقى. ده بتاعنا. او سورة او بتاع الهنج بتاعنا. طيب عايزين نجيب بتاع الرياكشن. انا لو عندي اكس وعند واي. بيبقى بتاع الفورس ديت او ده. بيعمل انجل. هنسميها الفا. هنسميها اي حاجة غرسية اللي احنا نسميناها في اول السؤال. ويبقى تان الفا. هي الواية على الاكس. الواية عندي بسبن. والاكس بفور. يبقى تان الفا سبن على فور. هنعمل شفت تان. هيطلع عن الرياكشن بتاع الهنج عامل تقريبا. وبالتالي يبقى انا حددت الرياكشن بتاع الهنج كمبلتلي. لان معنى يعنى فورس. ومعنى تحديد الفورس يبقى انا عاوز حاجتين. عاوز وعاوز دايريكشن. فالماجنيتود روت سيكاستي فايف. والديريكشن عامل انجل سيكاستي ديجريز وففتين منتس معه الهوريزونتل او مع الري اي بي. يعنى موحوظة على الرياكشن بتاع الهنج الواحدي في الرسمة دي كده. اده الماجنيتود بتاعه والديريكشن بتاعه بالمنظر ده. وبالتالي يبقى انا كده جبتوا كل المطلوب في السؤال. التنشن بفايف. وده المطلوب الاولاني. الماجنيتود بتاع الرياكشن روت سيكاستي فايف. والديريكشن بتاعه عامل مع الهوريزونتل سيكاستي ديجريز وففتين منتس. وده كده هو وبكده احنا خلصنا السؤال بتاعنا. اه السؤال طويل شوية. تمام? ولكن غالبا ان السؤال ده لو جاه بيجي في اسئلة. ومن الحاجات المهمة لانه شابتر خاص الوحديه في الستاتيكس. وكل اسئلته تعريبا بالمنظر ده. الا لو بيسأل عن حط صغارة بنستقلها ليجي في زي ما هنشوف في بعد كده في الاكزامبل اصا. اكزامبل تو. اي بي از اي انو فورم ليدر اف ويت سيرتي كيلو جرام ويت. and of length four meters. rest is with its end A on a smooth horizontal plane. and its end B against smooth vertical wall. leather is being kept in a vertical plane and inclined at an angle of measure forty five to the horizontal plane. by joining the lower end A by a string to the junction of the wall and the horizontal plane. at a point lies vertically below point B. if a man of weight eighty kilogram weight ascends the ladder. we only prove that the magnitude of the force of tension in the string increase as well as the man ascends on the ladder. يعني بالليزبت ان التنشن في السرنج بيزيد. بكل مراجل يصعد في السلم لفوق. if the string doesn't bear more than 67 kilogram weight. find the maximum distance which is the man can ascend the ladder without cutting the string. يبقى السؤال في حاجتين مطلوبين. الحاجة الاولى بيقول ان ما بين التنشن في السرنج والديسنس اللي المان بيطلع على الليدر لما الديسنس بتزيد فالسترنج التنشن فيه بيزيد هو كمان. بعدين بيقولي لو كان التنشن في الاسترنج ده ما ينفعش يزيد عن سكيستي سيفن كيلو جرام ويت. واللي هات المكسيمم ديستنس اللي المان كان ازا ليدر وزاود قاطنج ازا سترنج. نبدأ نشوف رسمة السؤال ونشوف يتحل ازاي. ده الليدر اللي هو الاب. الويد بتاعه اكوال سيرتي طبعا طالما ينوفورم يبقى الويد بتاعه في الميت بوينت بتاعته. وانقلاند على الهورزينتل بانجل فورتي فايف. والايتي هي الويد بتاع المان اللي بيطلع السلة. طب هيطلع مسافة ايه? انا معرفاش هفرد انها اسمها اكسي ميترز دلوقتي. اللي ادر في حالة اكوليبريم اندر زا فولوينج فورسس. نبدأ نشوف في كل سؤال في الجنرال اكوليبريم مين الفورسس اللي بتأثر على البضي دلوقتي علشان ابدأ اعمل من الفورسس ديت. اول حاجة الويد بتاع الليدر وده بتاعه سيرتي كولوجرام ويد. وطبعا طالما ويد يبقى بتاعه بتاعه بتاعت الليدر هي بتاعت الويد. يبقى كل فورس بنقولها بنبقى عارفين الماجنيتود بتاعها كم? فين? والدييريكشن بتاعها لو معروف بنقوله في انهي دايريكشن. يبقى دي اول فورس اللي هي بتاع الليدر نفسه قلنا الليدر ليه? عشان هو الدييريكشن عشان دايريكشن. قلنا الميتبوينت والدييريكشن قلناها والماجنيتود قلناها دي الفورس الاولى. الفورس التانية الويد بتاع المان. هو قال ان الماجنيتود ايتي كيلوجرام ويد. وهو برضو طالما ويد يبقى بتاعه برتكلي داون وردس. والبيينت اوف اكشن بوينت سي اللي هي على بعد اكس من الاي اللي انا ما عرفاش كم لسه ينجيبها بعد كده واحنا بنحل. في عندي ري اكشن فورس. اللي هي الجراوند عندي. اللي هو من عندي بوينت ايه? وطبعا دي طالما آآ رف يبقى فيه نورمال ري اكشن وفيه هوريزونتل. ولو يبقى فيه فقط. فهنا الرياكشن هو ودي برتكلي ابردس. اللي احنا قلنا قبل كده اي الرياكشن في حالة بيكون نورمال توزا بلين او بير بندوكولر توزا بلين. الرياكشن فورس بتاع الوول اللي هو عند الاندي بي وده برضو هنسميها ار تو. وده اكت هوريزونتلي. ليه هوريزونتلي? لانها على ال او بي وال او بي. يبقى ال ار تو هوريزونتل. اللي هو احنا بصينا على الرسم اللي قدامنا. فودن اللي ده. مربوط من عند مربوط في بوينت او. اللي هي الانترسكشن بوينت ما بين ال او بي وال او اي. يبقى ديه الفورس الخمسة اللي عندي. يبقى نركز تاني في السؤال. فين الفورس اللي موجودة. الويت بتاع اللي در. الويت بتاع المان. الرياكشن عند ال ايه. الرياكشن عند ال بي. دول الفورس اللي بيقصروا على الايكوليبريم بتاع اللي در في الحالة ديه. عشان لما بدي اعمل اكوليبريم. يبقى انا مركز فين الفورس بتاعتي. والاكوليجنز جاية من اين? ادرس ما قدام هي برضو. اول حاجة. بولي يصبوز زاد زمان كان زي ما قلنا هو بيسألني ان الراجل هيطلع مسافة كام? او يمكن يطلع مسافة كام من غير مال سترينج. يحصل له يعني ما حضرش احمله. اللي هو قال عليهم لان لو اكتر من كده الخيط هيتقطع. فانا افرض الريزيليوشن. اللي الفورسز بتوبر بين ديكولر ديريكشنز عندي اللي هو ال او اكس وال او وال. عشان ابدأ اشوف الكنديشنز بتاعت الاكوليبريم. اللي هم الثلاث شروط اللي احنا عارفينهم. اكس اكوال زيرو. واي اكوال زيرو. المومنت اكوال زيرو. اول حاجة. ار تو ماينس تي اكوال زيرو. دي جاي منين? جاي من ال اكس اكوال زيرو. طيب يعني ال اكس اكوال زيرو. يعني مش عاله هوريزنتل ديريكشن. لو انا بسطع ال ار تو هلاقي اتجاهة رايت. هبص على تي هلاقي اتجاهة وما عنديش هوريزنتل فورس صغرهم. وبالتالي يبقى ال ار تو مش يمين? والتي مش يش مال? يبقى ال ار تو ماينس تي اكوال زيرو. دي اول اكويجن. وبالتالي اضرول ان ال ار تو اكوال تي. دي الليش ما بين ال ار تو وما بين التي. وجنة التانية? ال� y اكوال زيرو. ال� Y اكوال زيرو معنى الفورس الثقاب اكوال الفورس الثدون. اللي تقاب هي ال ار ون. وتودا وان هي ال اي تي والسيرتي. وبالتالي ال ار ون مينس اي تي مينس سيرتي اكوال زيرو. لما نودي ال اي تي والسيرتي نحتاني باكسس سين. هيطلع الاروان. يبقى انا جبت المجنيتوت بتاع الاروان. الصم اف الجيبريك ميجرز افزا مومنتس اف افورس اباوت ايني بوينت اي ايقوال زيرو. وزي ما قلنا في الاكزامبل اللي فات. انا باخد المومنت اباوت تريحني في الحل. لو انا جبت المومنت اباوت ايني في البيلين ايقوال زيرو صح. اخدت الاي خدت دي خدت السي خدت البي خدت له كله ده صح. ولكن لما اخد المومنت اباوت الاي افضل ليه? اني كانسلت التي وكانسلت الاروان فهضر اطلع الاروان مع دلوقتي. اول حاجة. المسافة بينها وبين بوينت اي. تو خزايا. ان الديسس عندي ليها الادجيسنت الانجل فورتي فايف ولا بوتنس ايقوال تو. ونقول تاني نراكس في اتجاه الهرويتيشن بتاع الفورس. فورس سيرتي بتلف بقانت كله قويس واخدناها بالبوسطب. يبقى اول فورسة عندي المومنت بتاعتها سيرتي طايم تو خزايا فورتي فايف. مين التو? له بوتنس وتعطر ايقل. وخزايا فورتي فايف عشان بنجيب الادجيسنت الانجل فورتي فايف. طب بالاتي. بتليف ايه? برضو انت كلو كويس. عشان كده برضو خدناها بلاس. يبقى بلاس ايتي. فين بتاعتها? الاكس. اللي هو بتاعها بتاعها. برضو ليه? عشان بيجيب الانجل في الترينجل ده. اللي بتاعه اكوال اكس سنتيميترز او اكسي ميترز حسب الانوت اللي عندنا. الارتو. شوف التجاه بتاع الارتو. هتلاقي ان الارتو بتليف عشان كده خدناها بالمينس. يبقى مينس ارتو. طايم. الدستانس بتاعتها. من الدستانس بتاعتها. لها تعتبر الدستانس بي او. دي البربين ديكولر ديستانس. ما بين اللان اوف اكشن بتاع الارتو. وما بين بوينت اي. نبدأ نستمبل ايكوجين دي. هيطلع سكيستي بلاس ايتي اكس معنص فور ارتو ايكوال زيو. ودي ريليشن فيها ارتو وفيها اكس. لما انا عند الارتو ايكوال تي. فقدر عمل السبستيوشن على الارتو بالتي. فيبقى عندي سكيستي بلاس ايتي اكس معنص فور تي ايكوال زيرو. يعني الفور تي مدانة حتناه بعكس الساين ايكوال سكيستي بلاس ايتي اكس. يبقى تي لو عملنا ديفيضة فور في الايكوجين كلها يطلع ففتيم بلاس توين تي اكس. في رمزة ريليشن. في نوت الزت. الماجنيتيود بتاع تي هنا. بيزيد لما الاكس بتزيد. طب. علشان نفهم ده. لو انا اعتبرت ان تي والاكس. دي ريليشن بتوين تو فاريابلز. زي الليني ريليشن في الالجبرا الابلي كده. لما بين اكس و واي. كلها كوفيشن تلكس هنا بيهول السلاب. واعارف لما الرقم ده يكون بسطب. يبقى تسمو معناها في ريليشن ديت. كوفيشن تلكس هنا بتوينتي. وبالتالي لو حطينا الاكس بون. هيطلع مسلا سي اللي جابة سيرتيفاي. طب حطينا الاكس بتو. يطلع الاجابة كام? يطلع اجابة? ففتي فايف. حطينا اكس بسري هيطلع سبينتي فايف. يبقى كل ما نزود الباليو بتاعة الاكس. هنزود الباليو بتاعة التي. وده المطلوب الاول في السؤال. انه بيقول لبروف زات. انه كل ما الديستنس زادت التنشة في الاسرينجة هيزيد. دي وصلنا لها منين. من الريليشن ما بين التي والاكس. وطلع ديت انكليزنج ريليشن. او لو عاملها ستريط لانتع كريزنج ستريط لاين. يبقى الاكس. ازات اتس ماكسما امتى? قال لي لما يكون التنشن اكوال سكستي سيفن. طب جبنا دي منين? هو قال لي ان اللي عندي من ضمن المواصفات بتاعته. انه ما يتحملش تنشن اكتر من سكستي فايف كيلو جرام ويد. وبالتالي اكبر ديستنس الراجل يقدر يطلعها لما تي اكوال سكستي فايف. ان لو طلع مسافة اكتر من كده. فالتنشن هيزيد عن كده. وبالتالي الخط هي تقطع. هو قال ان اعاوز المسافة اللي يطلعها الروابل من غير ما يحصل له. وبالتالي ان حط المكان تي سكستي سيفن وحلي اكوالي عادية. هيطلع. وبالتالي احنا وصلنا كده للمعلومة اللي بيسأل عليها. لأكبر مسافة الراجل ممكن يطلعها على ده من غير ما السرينج احصل له كوتينج هي تو بوينت سيكس ميترز. نيجي ليه اكزامبل تاني جاه في امتحان قبل كده. ساكنت سيزن توينتي توينتي بيقول لي ايونفورم ليدر اوف لينت سيكس ميترز. sycido كيلوجرام عامي 총akt one of eights against a smooth vertical wall. and the rest is at the other end on a horizontal rough ground. الهู้فشن الو 제�دي العامي مع cor五 equal one over two. يلي بروفز عاد. الاثانيكÖليين تونكيل الكرتقل على بنجل ال زمقل نبدأ نشوف برضو السؤال بتاعنا ازاي نرسمه والدات اللي عندنا وازاي نحل من بتاعة اللي احنا قلنا عليها. دي الرسمة بتاعتي. عندي وتحت بتاعه موجود. والآن نقشن مع الهرزنت اللي نسميها اللي هو طالب المجر بتاعه. اول حاجة. زي ما قلنا انا عندي الاكس ايقوال زيرو. المومنت ابوت ايني بوينت ايقوال زيرو. اكس ايقوال زيرو. بين الاكس بتاعي. الار وان ماشي اتو رايت. والميو ار تو ماشي اتو ليفت. طيب ما هي الميوب كامل الميوب هاوب. يبقى الار وان اقوال هاوب ار تو. طيب. هي الار وان كام. لار تو كيف ستسري بكام. الار تو لل � way fewer لما ليه. لان الار تو تواب والتن توداون. والان عند الواي اقوال زيرو يبقى الفرص تواب equal الفرصوداون يبقى الار تو يقوال تن. تمMary الار وان اقوال هاوب ار تو. يبقى الار وان اقوال 5. يبقى ايقوال زيرو ي fading zero. اعرفت الار وان وعرفت الار تو. هنجيب المومنت اقوال زيرو. طب هنجيب المومنت اقوال مين? نعيد نفس الكلام تاني. بنجيب المومنت اقوال اي ني باينت. صح. ولكن بختار البيت اللي تجيب الحل معي بسرعة. لما اخذ المومنت اقوال البي. يبني انا كنسلت الارتو. وبالتالي هاده راجيب الاروان او ريشن بالاروان وبين الال على طول الاول. لما يجيب المومنت اقوال البي. يبقى الارتو مش معايا. ليه? لان بتاع الارتو بيعد على بوينت بي. وبالتالي المومنت بتاعتها اقوال زيرو. هحسب المومنت بتاع مين? بتاع الفورس تن. وبتاع الفورس. ار وان اللي هتلعب بفايف خلاص. طب بالنسبة للتن. بين البربين ديكولر ديستنس. ما بين اللين او اقشن بتاع تن. وبين بوينت بي. اللي هو الادجيسنت للانجل سيتا. لو انا فردت الارتو ده. او طوله او اللي در ده طوله تو ال. يبقى النص هو ال. طيب لو فردته ب ال. يبقى النص هو هاف ال. فلو ال اي بي اقوال ال. يبقى البربين ديكولر ديستنس. ببين اللاين او اكشن بتاع الفورس تن وبين بوينت بي. هيبقى هاف ال لقوزين سيتا. وبالتالي يبقى المومنت تن. طيب الوبردو كوزين سيتا. ده مومنت الفورس تن. طب الفورس فايف. دييركشن بتاع الاول. دي بتليف كويس دييركشن. وبالتالي ناخدها بالنجاتب. يبقى ماينس فايف. فين الديستنس بتاعتها? البربين ديكولر ديستنس. ما بين اللاين او اكشن بتاع الار وان. وبين بوينت بي. هو ال سين سيتا. وبالتالي يبقى تن. طيب هاف ال الكوزين سيتاателей ماينس فايف ال tie سين سيتا ايقول زيرو. حجب. لو ودينا見 نحتنى بعكس الصين. فعمل نتيم طيب الهاف. بيبقى فيف ال كوزين سيتا اقول فيف ال سين سيتا. طبعا نعمل على الفايف ال في النحياتين. فهيطلع لنا كوزين سيتا اقوال سين سيتا. امت الصين اقوال كوزين? طبعا عارفين ان الصين اقوال كوزين. لو الصين بتاعته اقوال ناينت. السترد كواد هنا الرود او الليدر ما يلعال الهوريزنتل بأكيوت انجل فانا بتكلم في الفريست كواد بس طبعا ممكن نحل بطرقة تانية ان انا عندي ساين اقوال كوزاين هعمل في النحياتين دفايد كوزاين سيتا فالساين دبقى كوزاين بتان وكوزاين دفايد كوزاين بوان فيبقى تان سيتا اقوال وان يبقى سيتا اقوال فورتي فايب ده صح وده صح وده المطلوب في السؤال ان بروفزات ان ليه الليدر ما يلبي عنجل فورتي فاف على الهوريزنتل برضو جاء في امتحان قبل كده بقول لي انه فورم الهوريزنتل براوند وز وان او اتس اندس انز از 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 ايند ون اسموز سيتا از 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 اج من الاسموزية هوريزنتل برد الخرشن وان او او افر توري بولو تورو سات سابقى ده صحيان يا از از اصف شبيهة بالاكزامبل اللي قابل ده اول الفكرة ان برضو في بنت هتطلع على لدر فبيقول لي بروف ذات ان اكبر مسافة ممكن البنت دي اطلعها هي بتاع اللدر ده. نشوف برضو السؤال بتاعنا الرسمة بتاعته ده لدر. ما يلعليه. فعندي بتاعه. في بتاعته. وعندي بتاع الجير اللي هو في مسافة او على بعد مسافة اكسل انا ما عرفهاش كام. لو بيقول بروف ذات الاكسل يبقى بتاع ال اي بي. لو بتاع الليدر كله. ويبدأ اقول لو انا عندي يبقى انا عندي فقط. ولو عندي يبقى انا عندي نورمال ري اكشن. وعندي ري اكشن في اتجاه البلين. فعكس اتجاه الموشن بتاعت الليدر اللي هو بنسمعها ميو ار. انا افرض ان اللي جير ديت اسيندس اوب الليدر اديستنس اكس. اللي انا معرفهاش للساب كام. نبدأ نعمل اكويجنز اوف اكوليبريم. وزي ما قلنا انا عندي اكويجنز اوف اكوليبريم. سري اكويجنز. اكس اكوال زيرو. واي اكوال زيرو. المومنت افاوت ايني بوينت اكوال زيرو. اروان في الاروان زي ما احنا شايفين. اكوال مين? اكوال الفرصة اللي هي اتولك. اللي هي الميو. ار تو. تمنى عندي الميو بوان اوفر تورو تري. يبقى الار وان اكوال وان اوفر تورو تري ار تو. طيب. الار تو بكام? الارتو دي الفورس تو اب اقوال مين اقوال السم بتاع الفورس تو داون اللي هي سكيستي وهي التوينتي فالارتو هنا باتي. طب ما نقدر عمل سبستي توشن دولات على الارتو عشان نطلع على الاروان يبقى الاروان اقوال وان اوفورتوريو تسيري طيب ايتي هيطلع فورتوريو تسيري. يبقى ان جبت الاروان وجبت الارتو. بنقضي المومنت اباوت ايني بوينت اقوال زيرو. طب نقضي المومنت اباوت مين? نقول تاني المومنت اباوت ايني بوينت ما فيش مشكلة. لكن بختار اللي تحليلي السؤال بسرعة وبطريقة اسهل. المومنت اللي اكبر عدد من الانونس اللي في السؤال. فنقضي المومنت اباوت البي. لما اقضي المومنت اباوت البي اكوال زيرو. نشوف الفورس اللي عندنا. ونشوف الديريكشن بتاع بتاع كل فورس. ونركز في الديريكشنز كويس. اي فورس بتلف انت كل كويس اخدها بوستب. كل كويس اخدها بالنجاتب. الفورس توينتي. بتلف اولا انت كلو كويس. فناخدها بوستب. البير بين ديكولر ديسنس بتاعتها. عشان بنقدر الانجل. يبقى توينتي طايم الوبرتو كوزين سكست. الفورس سكستي بتلف انت كلو كويس. فناخد بوستب برضو. البير بين ديكولر ديسنس بتاعتها. يبقى سكستي اكس كوزين سكستي. لكن الاروان بتلف بكل كويس دياريكشن في خدناها بالنجاتب. يبقى ماينس اروان. البير بين ديكولر ديسنس بتاعتها ال ساينس كستي. قد نقول ده اكوال زيرو لان المومنت اكوال زيرو. توينتي طايم. هاو في ال تايم كوزين سكستي. هنركل الالة على جنب. وتوينتي طايم هاو في كوزين سكستي تلعب في. يبقى اول تيرم ده طلع في في ال. تيرم التاني. كوزين سكستي بهاو. تايم سكستي بسيرتي يبقى سيرتي اكس. اكوالز. ار وان. طمع الاروان موجود الفاليو بتاعت. نقطع. طايم ال. طايم احنا ركزنا في دي. اللي ها ريليشن ما بين ال ال وال اكس. سيرتي اكس. واضل الفاف ال ال الناحية التانية. اولا. لما نعمل طايم ونسامبله هيطلع بتوينتي ال. ونقضل الفاف ال ال بالماينس. يبقى توينتي ال ماينس فاف ال ال يقوى الففتين ال. يبقى سيرتي اكس ثلاثة اكوال ففتين ال. هو كان بقول ليه في السؤال? بقول بروف زاد? ان ال اكس يبقى هاف ال ال. فلما نعمل كده. هلي بقى ال اكس اكوال هاف ال ال. ان لما اعمل دفايد في الناحيتين. فيطلع اكس اكوال ال. فالتو اكس اكوال ال. هي 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 ان ال اكس اكوال هاف ال ال. واضل ما طوف في السؤال. ان الماكسمام ديستانس. زي الزجل اللي كان. وبكده يبقى احنا اثبتنا المطلوب منا في السؤال. نشوف. سؤال برضو جاي في امتحان قبل كده. ده احنا اثبتنا. بقول لي اي بي سي دي اي جي. اي ده اي بي سي دي اي جي. ده هكسا جون. السؤال بنتهي بتاعه. عند فرصة اللي في الاسمه الون هندرد في اتجاه البي سي. وصير هندرد في اتجاه الاي جي. وف وان في اتجاه الدي اف في اتجاه الدي اي اف في اتجاه الدي اي سي. سي سندق اللي عمل ايه المطلوب بيقول لي الاف في طا تبقى مين في الاختارات دي سيكسا هندرد ولا تري هندرد ولا هندرد ولا هندرد فيفتي. انا عايز اجيب الاف في تو بس. واحنا قلنا طالما في جانر اكوليبريام يبقى انا عندي سريو كونديشنز. اكس اكوال زيرو واي اكوال زيرو المومنت اكوال زيرو. وبالتالي استعمل كونديشن واحد من التلاتة اتنين من التلاتة التلاتة على حسب استقعال بتاعي. طبعا عشان ده امي سي كيو كوتشن. فمعروف ان الحال بتعملش هيبقى طويل زي اللي فاتت اللي هي السي. وبالتالي ممكن نحل بكونديشن واحد من التلاتة لو عرفنا. انا انا زي ما قلت من شوية في حال الاسئلة اللي فاتت كلها. انا بحاول اخطار باينت اجيب المومنت حاوليها تكون اسهل ما يمكن. لها بتكنسل اكبر عدد من الانونس في السؤال. لو انا بصيت هنا كذا. انا عندي اف وعند اف وعند اف سري سري امنونس. فهنا لو احل السؤال كامل. محتاج سري ايكويجنز. اللي هم هيجوا منين? اكس ايكوال زيرو. واي ايكوال زيرو. في المومنت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. هنا اطالب الاف بس. لو انا عرف تجيب الاف من اكويجن واحدة من التلاتة. من كونديشن واحد من السري كونديشنز بتاع الجنرال اكوليبرا ما عنديش مشكلة. هنعمل ايه? هنجيب المومنت اباوت السي. طب ليش معنا اخترت السيها مسترجة? عشان لما نجيب المومنت اباوت السي. يبقى بتاع الاف وان بيعد عليها. فكده تكانسل. واللي انا فاكشن بتاع الاف سري بعد عليها فكده تكانسل. فيطلع الاكويجن في الاف تو. فخلاص الموضوع بالنسبة لخلص بسرعة وجبت الاف تو بس اكوال كامل. طب لو كان نفس السؤال طالب بتاعت الاف وان كنت هعمل ايه? كنت اجيب المومنت اباوت الاي. ليه? عشان لما نجيب المومنت اباوت الاي هيكانسل اف تو واف سير وطلع اف وان على طول هدي اللي انا محتاجها. طب لو كان طالب الاف سري كنت هعمل ايه? كنت اجيب المومنت اباوت بوينت دي. ليه? نفس الكلام. المومنت اباوت الدي هيكانسل اف وان وهيكانسل اف تو فانطلع اف سري على طول. طب لو كان طالبهم التلاتة يبقى ان شعر على سري كونديشنز هبدأ اعمل بقى الفرص اللي هي الهوريزنتل وعلى وحط اكس اكوال زيرو مرة واي اكوال زيرو مرة مومنت اكوال زيرو مرة ونعيش حياتنا في كوينجانز مع بعضيهم لحظة ما نطلع اف وان بكم واف تو بكم واف سري بكم. في الاكزامبل بتاعنا بقى نرجع تاني. انا عاوز الاف تو بس وبالتالي اخد المومنت اباوت السي اكوال سيرو. طب المومنت اباوت السي هيفضل عندي الاف تو من بتاعتها فورت كوزين سيرتي. دي بتلف ايه? لو احنا شايفينها كده. هللقى بتلف. اكوال مين? الفورس سري هندرد اللي هي في تجاه الاسي اللي هي بتلف كوينج. وانا ما جبت المومنت اباوت السي الفورس اف وان اكانسلت والاف سري كانسلت والوان هندرد اكانسلت. فهذا والسي رو هندرد بتلف كويس وبالتالي مومنت ده اكوال مومنت ده او نقول اللي الصم بتاع اكوال زيرو هي هي. طبعا تبقى اكويجن في الاف تو بس. حلينا الاكويجن. طلع توينتي روت تري اف تو. اكوال تول بس اوزان دوروت تري. وبالتالي هيطلع الاف تو اكوال سيكس هندرد. يبقى الاختيار نمبر ايه هو الصح. زمبل سيكس. امي سيكيو تاني. بيقول لي. زا ست اف كوبينال فورسز ان زا سيم بلين. از زا تريانجل اي بي سي. اف زا فورسز اوار ان اكوليبريم زن. وبقول لي. يطرى. مومنت اباوت الايييييييي اقوال ايوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي من دمن نشروط الجنرال إكوليبريم أن المهم إع итоге أعبوت أي بوينت عن JW binge 0 طب نخض أني أعبوت أي بوينت صح حين أنخدت، المهم بتعبوت brings 0 المهم، JUST بوابوت الب ب 0 المهم تقبوت با BE 0 يبقى كده نمبر S صح؟ نمبر S صح هي بس اللي صح. أولك، لا، يرجع كده و sneeze هم لما تللاتة كل واحدة فيهم بZero يبقىOpen بتاعت ثلاتا برضو equal 0 أيدة ده نمبر إيه كمان صح ولا كيف مازبوط. تبصت كده على number B. moment about the B. هو how zero plus zero eyebrows zero. طويلة Ismail about the C. تبصت يعني zero enf consol osti ده number b. يضحît這是 number B كمان صح. وبالتالي مج zwei الاختار الصحي بتاعي هو number D all the previous. لأن لما moment abóbót tab awe zero, abóbót elbBA zero, abóbót el c. اتخلي number A وnumber B وnumber C كلهم . example 7 MCQ تاني بيقول لي a rod is hinged to a vertical wall x1 and y1 are the algebraic perpendicular components of the reaction of the hinge r and if x1 equal a y1 equal a rod 3 and r equal 10 then the equals what? ومدينة the choices three four five ten. السؤال هنا على ايه? على حطة صغيرة جوهات درس. اللي هي ازاي نجيب بتاع 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 الهنج لو عند التو. اللي احنا عارف انها اللي هي عشان نجيب المجنيتود بتاع الار او النرمة بتاع الار. نكتب الرول قد الرول. الار اقوى لسكوار روت اكس وان سكوارد بلس وان سكوارد. بنعمل سبستيتيوشن. الار عند بكم? بالتن. فبقى ال اكس وان بايه? جيب ال اكس وان سكوارد بقبارته. الواي وان بايه روت 3. فالواي وان سكوارد. اللي هي هتبقى ايه? روت 3 بكلها باور 2. هيطلع بسري ايه? باور 2. نعمل ادنج تحت الروت. هيطلع تحت الروت. هيطلع تحت الاسكوارد اقوى التن. يبقى الوان هندرد. وادل فور بالدفايد. يبقى ال ايه باور 2 كده احنا انتهينا من شابتر فور. وشابتر هو درس واحد. جينرال اكوليبريم. ان شاء الله نشوفكم على خير الحصة القادمة. مع شابتر فايف. مع تمنياتي لكل طلبتي بالتوفيق والنجاح. ان شاء الله كان معاكم مصدر محمود درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.